يا صباح الخير عليكم كلكم مشاهدين الجميع يعني اجمعين النهاردة بنقدم لكم حلقة ان شاء الله تكون متميزة بالضيف اللي هيكون موجود معانا فيها بداية ايضا كده المقدمة اللي انا هقدمها لكم حاجة احنا بنشوفها في الشارع بنبقى ماشيين ومن فترة لفترة بيلفت نظرنا على وقت مش بعيد ومش قطير يفتة مكتوب عليها مأزون شرع تحت اليفتة دي المسمى ده في رقم تليفون لما بنشوف اليفتة دي غالبا بيجي في دماغنا على طول يا جواز يا طلع يا طرع مين الاحزن الجواز ولا الطلع دمعة الحزن اللي بتكون في الطلع ولا دمعة الفرح اللي بتكون في الجواز ده اللي ان شاء الله هنشوفه النهاردة ونتكلم معاه ونقشه بكل الخبايا بتاعته والاسرار بتاعته وهل فكرة المأزون هي فكرة جواز وطلع بس ولا فيه أسرار تانية من خلال اللي أستاذ محمد فيه مأزون الشرع اللي هيكون موجود معنا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد كلمة مأزون شرع ليها تاريخ؟ آه طبعا المأزون الشرع أصلا كان زمان يسمى مأزون القاضي يعني هو كان زمان أصلا كان العقد الزواج بيتم على أيد العلماء الشرعيين لحد ما جاءت فترة في بداية الدولة الفاطمية بدأ توصيق عقد الزواج وده أول مرة يتم فيها عقد توصيق عقد الزواج وكان أول دولة بدأت فيها هي الدولة الفاطمية في مصر فبدأوا توصيق عقد الزواج كان بيتم توصيق عقد الزواج أو الطلاق على يد القاضي الشرعي فلما كسر عليه الأمر وبقى الأمر كبير عليه فأوكل الأمر وبقى بيدة إذن كتابي لشخص معين من علماء الشريعة أو أي شخص ملم بأحكام الشريعة الخاصة بالزواج والطلاق فكان بيكتب الإذن يؤذن أنا أذنت أنا قادي كذا 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 لفلاني الفلاني أن يعقد زواج فلاني الفلاني أو على فلاني الفلاني فعشان كده أول ما بدأ التسمية كان يسمى مأزون القادي بعد كده بقى اتطورت الأمر بدأ استمر الحالة على هذا الوضع لحد ما بعد كده بقى بدأ يطلق الإذن الدالة عدد معين كان بيحدده في 15 عقد لحد ما جاءت سنة 1867 ودي أول سنة يتم فيها طباعة عقود الزواج وعملوا دفتر كانت دفتر عدده 15 بسيق الزواج وتم تعيين الشخص هنا ساعتها باختيار القادي للشرع نفسه للشخص اللي يقوم بإبرامه يعني يكون دارس الشريع الإثلامية ويكون ملم بأحكام الزواج والطلاق وبدأ من هنا ساعتها مأزون القادي استمر الوضع كده لحد سنة 1898 لحد ما تم إصدار لائحة هي لائحة المحاكم الشرعية وتم صدورها ووضعوا اللواحة والقواعد اللي يتم فيها اختيار المأزون وتعيينه عشان كده تم تغيير المسمى ساعتها من مأزون القادي لمأزون الشرعي نسبة للمحاكم الشرعية وصدرت اللايحة بناء على كده وكان بيتم تعيين المأزون في الأول وبعد كده تم صدرة 1915 اتغييرت صدر قرار باختيار المأزون عن طريق الانتخاب أن أهل الحية أو القرية ينتخب المأزون الشرعي بدأ الانتخاب لحد سنة 1925 اتغير الوضع بقى صدرت اللايحة الخاصة بلايحة المأزون الشرعيين سنة 1955 والساعتها غيرت جامعة ما بين الاثنين ما بين الانتخاب المأزون الشرعي وبين تعيينه أن برضو عشان أنا أتم تعييني كمأزون الشرعي لازم أن أجيب تسكية عشرة أو عشرين من أهل الحي يكون مشهود لهم بحثن السير والسلوك وبعد ذلك كان برضو بيصدر القرار بالتعيين فاللايحة جامعة ما بين الاثنين جامعة ما بين الانتخاب والتعيين سنة 1950 واللي احنا ماشيين عليها لحد دلوقتي يعني الموضوع دلوقتي بقى تعيين مش موضوع متوارز زي فكرة العمدة والبلد والأرياف والمنعيلة اللي يقدر فيها اللقب بتاع المأزون لا أول الموضوع ده أن حكاية المأزونية تتوارس لا بعض الناس متخدين المأزون يورسها لابن وابن يورسها لابن لا ما فيش الكلام ده المأزون بيتم اختياره عن طريق محكمة الأسرة وبيتم اختياره زي ما قلت لك اللايحة جامعت ما بين الامرين كان الأول بالانتخاب وبعد كده بالتعيين فهم جامعوا بين الاثنين الانتخاب والتعيين إن أنا عشان أني يتم بتعييني لازم أجيب تسكيت عشر أقل حاجة من أهل الحي اللي أنا ساكن فيه أو القرية نفسها وبعد كده بيصدر قرار من وزير العدل بالتعيين بعد ما تتداول وياخده الأعلى مؤهل الأعلى مؤهل الأعلى مؤهل طيب قبل ما أخش في الموضوع عايز أسأل حضرتك سؤال تكرة المأزون الفترة من حوالي أربع خمس سنين كده بدأوا يدو شير كده لست إن هي تبقى وغدة تايتل أو المنصب المأزون أنت شايف أن ده مناسب لقيمة المرأة أو لقيمة موظيفة ومسامة المأزون الشرعية؟ والله إحنا للأسف قبل ما نخش في الحوار يعني بسألك من وجهة نظرة والله إحكايت تعيين المرأة مأزون هو يعني من ناحية الشرعية هو صدر فتوى أنه يجوز على أساس أنه موصف وأن المأزون الشرعية رغم أنه يعتبر فرع من فروع القضاء فالبعض أجدها واستندوا الرأي بنا حزم فيها لكن لو جينا على رأي النحة الواقعية المرأة لا تصلح كعمل مأزون بزبط لأمور كتيرة أول حاجة أن المخلطة مخلطة الرجال الحاجة الثانية أن المأزون ليه وضع مختلف يعني حتى هنا مش في القاهرة بزدات لا حتى في الأقاليم وفي الأرياف في بحري أو في الصعيد بالله المأزون ليه وضع مختلف حول لأنه بيتدخل في حل مشاكل أسرية كبيرة بيتدخل في حل مشاكل العائلات في القرية دي بقى ليه وضع مختلف خالص فحكاية أن المرأة تحتك أو تنزل في وضع زي كده لا طب والحاجة الثانية برضو أن عقد القرام بيتم إشاره في المساجن فدخلها المسجد وصل الرجال صعب يعني مش كويس هي ممكن تقوم من نحية الإجرائية صحيحة ولو بصينا الوضع الصحيح أنا ألاقي أن الحد اللي تم تعيينهم مأزونيات ماذا؟ ممكن ما بيقوموش بممارسة العمل على أكمل وكل من جميع الاتجاهات هم ممكن يكونوا بيقوموا بالتوصيق العجل في المحكمة وإنهاء الإجراءات وكده لكن الناحية الشرعية أكيد مليون في المئة والكتير فيهم بيوقل الأمر العالم من العلماء أو الشيخ من الشيوخ ولو تقلتني برضو فكرة المنديل اللي بيتاخد ده مش المأزون مفروض أنه هو بيمسك أديهم وحاجات زي كده أنت شايف أنه ده برضو ما يلقش بالمرأة والله موضوع الأول يعني هو دي نقطة من ضمن النقطة لكنه موضوع المنديل ده يعني فيها كلام شوية طيب إيه اللي بيفرق حضرتك كموظف الدولة كمأزون عن مأزون وداعية وحلال مشاكل وبتاع ركيا شرعية ومسميات كتيرة كده وحافظ قرآن وخاريك شريعة إسلامية إيه اللي بيفرق المأزون كمأزون عن كل ده مش كل مأزون بيبقى راكي أو داعية مش شرط أول فكرة الفكرة إن أنا يكون ملمة وعلى ضرائية كويسة جدا بالأحكام الشرعية للزواج والطلاق الممتك كامل وبنتبه للقوانين كمان يكون ملمة بقانون لحوال الشخصية التمييز إن أنت بييجي من المأزون مش مجرد أنه بيوصق عقوده لا الفكرة فكرة إنه بيبقى أول حاجة دارس شريعة كويس جدا على فكرة يعني المفروض كمان يبقى عنده ضرائية بالتنمية البشرية تعاون مع الناس إزاي يقدر يفهم اللي قدامه إزاي يقدر يتعامل مع المرأة إزاي يقدر يتعامل مع الرجل إزاي يقدر يحل المشكلة مشكلة حل أسرة دي يعني أنك تحل مشاكل ما بين زوجين دي أمر صعب جدا مش حاجة سهلة يعني بيجوه لك بعد كده طبعا بيجوه لك بعد كده أن أنت بقى أنت اللي وفقت رصين في الحلال طبعا إحنا كمان حتى ما يبقى فيه لقدر الله طلاق بنعمل جلسات صلح كبيرة ما بينهم وبنحاول في الإصلاح كتير جدا وبنحاول نسمع من دا ونحاول نوفق بينهم إيه أغرب قضية كانت في الطلاق أو يعني بلاش بلاش الطلاق أنت يعني في الجواز كانت أغرب حالة جواز جات لك أغرب حالة جواز جات لي هي هو موقف هو مش فكرة أغرب حالة جواز هو كان موقف أن أتنين دخلوا على المكتب وكانوا جايين يتفوا على عقد قران وإلى أوراق المطلوبة وبيطلعوا أوراقهم وكده وفجأة تخش واحدة تمسك في الزوج وتصوت وتعمل قلبة جامدة جدا من يا ستي أنا مراتوها يعني هي كان الزوجة تانية هو بيكتب كتابه على الزوجة تانية لا موقع شيئسة بيكتب ده هو جاي يتفق ففجأنا أن مراتو الأولى جاية ومسكت فيه وعملت مصيبة كبيرة وفراجت عليه الدنيا وبازت لا مش بازت بقى الدنيا هي الفكرة إزاي عرفت أن هو جاي يتفق يعني هي كان بترقبه حاجة عجيبة استغربنا له جدا ومع ذلك تاني يوم أو تاليتي يوم جم وكتبوا بردو بردو بس غيروا المكان بعيدة عنها خالص وكانوا محادرين المكان معين وغيروا المكان ومع ذلك قعدوا فترة وما سكيتتش لما طلعتهم بردو ورجعوا تاني وطلعوا تاني 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 ممكن عشر سنين أو حاجة نعم حال الطلاق أنت حسيت فيها أنت كإنسان طيب نستأذن حضرتك بس لما نشوف مكالمة أم آدم علقو مساء الخير في النور يفهم أم آدم صح كده بلغني الكنترول أي يفهم اتفضلي 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 انا ممكن أسأل الشيخ بس سؤال أو الأستاذ سؤال اتفضلي اتفضلي بقول لحضرتك إحنا أتكبنا البنت له بس للأسف الأيمة ضعية نسخة الأيمة اللي معي ضعية سمعك أو إيه الحل دلوقت والله لو العلاقة كوي ستبتجيبي أيمة وتكتبيها من جديد وتمضي عليها الزوج أما لو فيه مشاكل مصارع الأمر هيتلجأ للمحكمة بإثباتها وعندك بشت شهود بفواتير الشراء معاك والأمر ساعتها اللي بيبقى متدول قدام المحكمة هي اللي تحكم به أيوة بس كده ما نعملش واحدة تانية والله إن كان الأمر كويس والعلاقة كويسة وما فيش مشاكل آه هاتي نسخة تانية ويمليها ومضي الزوج عليها أو في المعتقد إنه مش موجود يعني هو معتقد إنه نخليينها أو لا إحنا عايزين واحدة تانية زيادة والله هو بيتم كتابة الوصيقة قائمة المنقلات التانية وبيتنص فيها أن هي نسخة بدل اللي تم فقدها فبالتالي ساعة ما يتظهر أي حاجة تانية لا يعتدي بها وبيعتدي بالأخيرة بس وهو بدا اللي بيطمن الزوج يعني أغرب حالة طلاق حاست فيها أن في حد فيهم مظلوم وحبت أن أنت تدخل بشخصك أن أنت كإنسان أو كأب والله حالات كتيرة بيجينا خاصة بالطلاق يعني مشاكل كتيرة وتسمعي كل واحد بيحسسك أنه هو الطرف اللي صح والتاني هو الخطأ ومفيش نقطة التقاء بينهم فحاجات كتيرة أنا عن نفسي بوقف عنده الطلاق التالت يعني ده بوقف فيه بوقفة جامدة جدا عن أي طلاق لأن الطلاق الأول أو التاني فيه رجعة يعني ممكن يعودوا ويصلحوا وبعد كده يرجعوا لكن التالت ما فيهش رجعة فمن التالب نقف فيه يعني أغرب حاجة جات لنا كانوا اتنين جم عشان يتطلقوا وكان معهم للأولاد وستة منهارة وعملتها هيطور الرجل سابت كده وراكز ما بيتكلمش وهي مصممة على الطلاق وحاولنا معهم في الصلح وبعدين ببص في أسيمة الزواج لقيت إن ده الطلاق التالت اللي هيتم ده التالت فطبعا ده هدم للأسرة ومنظر الأولاد حاجة صعبة جدا فوقفنا معها وحاولنا نصلح من بينهم جامد جدا 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 وصراحة هو اللي بيخلي الواحد يتأثر بالطلاق بيأثروا في الواحد فعشان كده الواحد بيقف عند الطلاق التالت ده بكل الطرق دايما الستة هي اللي مظلومة في الطلاق لا مش دايما بالعكس يعني بالنسبة كبيرة خالص بالنسبة لو قلنا أسباب الطلاق ترجع للراجل أو للست هلا أن 80% امرأة بالضبط يعني أنا كنت عايز على كده يعني هستة دايما هي اللي مظلومة في الطلاق أو لم بيجات لك حالة أن موثن الراجل هو كان مسكين مثلا كتير كتير بيجي لنا حالة الطلاق بيبقى الستة بصراحة متجنية مش متجنية ان هي شايفة ان هي متجنية لا هي بتيبقى لها نظرة عاطفية جدا عكس نظرة الراجل الواقعية المرأة بتلاقي مثلا أفسط حاجة بتلاقيها بتتكلم في طلاق أفسط حاجة يعني احنا جالنا مرة اتنين بيتطلقوا ليه السببب اتخنوا مع بعض عشان هي بتقعد على الفيسبوك كتير ودي حقيقة مش مجرد اننا حب نقول لا دي حقيقة والله وجاموا واتخنقوا مع بعض وقال لها يا أنا الفيسبوك قالت له لا الفيسبوك وفعلا طمت طلع على كده والله على الفيسبوك عشان الفيسبوك ان هي بتقعد كتير جدا على الفيسبوك مدمنة فيسبوك طب ما يقيتها على الانترنت مصلا ولا كان خرب بيت ومصلا يعني أنا بقى حاجات كتيرة زي كده مهزلة بصراح تمام أنا كنت هسأل لحضرك السؤال بعد كده بس هو جلنا سؤال ماسي دلوقتي واحدة جزهة رمع عليها يمين الطلاق من خلال رسالة نصية هو اللي عليه الفتوى ان الراجل اذا قلقى يمين الطلاق وقال لزوجته انت طالق او زوجتي طالق سواء بقى برسالة نصية او برسالة ورقية او بلغها شفاهية لشخص امين قدام شهود وبلغها الرسالة فيقع به شرعا قدام ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فاضل ان احنا التوصيق بس لكن هو اذا هو اللي باعت الرسالة وعيها وكاتبها وعارف محتواها وعارف معناها وارسلها اه يقع بها طلاق طب هنا ما فيه شهود الشهود مش شرط في الطلاق مش زي الزوج تمام يعني الطلاق لو رجل قال زوجته انت طالق وهم الواحد يوم بيقع به طلاق طب احنا الشريعة الاسلامية عندنا فيها يعني علم اسمه علم القياس قياسا على حضرتك قلتو ده بالنسبة للطلاق عن طريق الرسال النصية او الفيسبوك او الاسم اس والكلام ده واحد بقى يا بيت انت مراتي وبعتها لها في الرسالة دي تنفع الجواز وخاصة لو كتسيب لا لا ما يمفعش هنا بقى نقول الشهود بقى لا هنا لازم يبقى فيه شهود لان من اركان الزواج وشهر وصيغة شرعية فحكاية ان انت مراتي قدام ربنا بيجي لنا النماذج اه كتير جدا احنا كنا قاعدين وقال انت مراتي قدام ربنا ما هتخلاش عنك وانت قدام ربنا يا مراتي طب فين الشهود فين الصيغة الشرعية فين الاجابة فين الولي مفيش فده لا يعطدي بيه أصلا ولا يعتبر الزواج حتى لو كانت سايب يا فاندم حتى لو كانت سايب حتى لو ما ينفعش ما ينفعش طيب هسأل حضرتك بقى سؤال لو اتنين انفصل وحبوا ان هما يرجعوا البعض نسب ناجاح الزواج في الحالة دي بترجع للطريقة كانت بتاعت الطلاق ولا للالتزامات المالية اللي هتتغير عن الالتزام الاوليني ولا انت شايف انت بتبقى عايز تقول لهم اه ناجح اه مش ناجح وجدت نظرت ايه والله يبقى بالامر بيبقى راجع لل لسبب الطلاق الاولية يعني هل سبب الطلاق الاول كان من قبل الرجل ولا من قبل الست الامر التاني اه ايه سببه هل هو سبب مادي او سوء تفاهم بينهم ومن بعض او سوء عشرة فالامر ساعتها بيختلف اه حالات كتيرة بيبقى رجل مثلا بيبقى قرعن شوية او ست عصبية جدا كل ما يتخنقوا يرمي عليها اليمين يرمي عليها الطلاق يقول لها انتي طالق وانتي طالق فده ممكن يكون ايه بيتم الطلاق بناء على كده يجي يرجعن هو ما اتغيرش ولا هي اتغيرت ولا هو تعلم الدرس ولا هي تعلمت الدرس فاللي بيجي حالة زي كده وهم بيكتبوا انا عارف انهم هيتطلاقوا وهيجوا تاني لو على حسب شخصيتش الانسان اللي قدامي وايه اسباب الطلاق ولو حتى في المحكمة ولو حتى في المحكمة الطلاق برضو بيختلف من ضمن الاسباب هل الست هاي اللي رفع الطلاق عن طريق محكمة او كانوا حضروا عند المأزون وتم الطلاق بالطراد بينهم ففي حالة رجوعهم الامر بيبقى ليه معايير كتير جدا يعني يختلف لو كان خلع؟ يختلف لو خلع او طلاق للضرر او اتفاق بينهم ما هي بيختلف ايه اللي يخلي الست مثلا او يخلي راجل يرجع مرة تانية؟ ايه خلي الراجل يرجع مرة تانية؟ من وقت نظرك يعني ده ما لهوش ألافة خالص الموضوع بتاعنا بس يعني اللي يخليهم يرجع طب ليه لو ما كانوش في المرحلة دي من الاول فاقوا وما كانوش خروا بيتهم اصلا كلمة الطلاق لما تتقال كتير بقت سهلة فاحنا عايزين نوصل اه دي حقيقة نعم عايزين نوصل معاهم بلاش الكلمة دي لا الست تقوله انت طلقني ولا الراجل لا روحي انت طلق ولو حتى الطلق المعلق يعني لو روحتي لو روحتي او عملت مع ودافت حباب للشيطان طمام ولا ايه رأيك فانا لا تمام هو الحكاية ان الزوج يقول انت طالق على الفاضية والمليانة دي بيبقى صراحة هو بيقولها وبعد كده بيندم عليها فده بيبقى من ضمن السبب من ضمن أسباب الرجوع عصبيتهم وانه هو عصبي وهي عصبية فما بيحتد النقاش بينهم فبيقول لفظ طلق انت طالق انت طالق بعد كده بيهدى وبيبقى عايزين يرجعون فتلاقي مرة اثنين تلاتة تلاقي خلاص الامر اتحسن بينهم وبقاش فيها راجعة بينهم وبينبعض فبالتالي اتحرمت عليه فهو وصل لمرحلة خلاص انت استنفست تلاتة طلقات حتى اما بييجي الشخص اللي بيطلق اثنين مرة واثنين بنقول له انت الثالثة جاية كده كده جاية لانه هو كسير الطلق فمثلا بعد ما يوقع الطلق التالي بيجي بيبكي ويعيط وليه كان عايز يرجح خلاص اتحسنوا الامر كده يا الامر ما فوش ناية بق ما خلاص هو اتحسن هو بيبقى توصيك وطلق تالت وموسك فالستة طب يقعد عايز طب الاولاد مش الاولاد فانا انا عن نفس انا شخصيا بقولهم والله لو فيه رابع وفيه طلقة رابعة وفيه طلقة خمسة انتوا كنت استنفستوها برضو هتقولوا التالتة وكان هيتطلقك تالتة ورابعة وخمسة وثلاثة ليه لانه اقنا ما عندوش الرابط او ما عندوش المعايير امتى يقول الله طيب انا هسأل حضرك سؤال احنا في مصر هنا فيه نسبة كبيرة جدا من المصريين خارج مصر وفيه ناس معهم ازواجهم وفيه ناس مش معهم ازواجهم انا بتكلم بقى عن حالات يمكن ما توردتش كتير على القضاء لو اتنين متجاوزين خارج مصر وحصل ما بينهم انفصال موقف الزوجة هنا بتبقى في البلد الخارج مصر العربية او غير عربية مطلقة حسب القانون اللي هناك لكن داخل مصر او كتر المصري مش مطلقة مش مطلقة دي هاي بقت مطلقة في حتة ومتجاوزة في حتة مدى التشريع المصري او حضرتك كمأزون بوظيفتك تقدر توصف الموضوع ده ازاي او ايه الحل ده الحل ده اول حاجة اما بييجي حالات زي كده احنا بننصح دايما ان الطلاق بالنسبة لو اتنين مسافرين بربهم اتنين مصريين وهي يتطلقوا بننصح دايما ان ما اعملش اجراءات الطلاق هناك هو الحل الامثل انه هو يعمل توكيل خاص بالطلاق وهي بتعمل توكيل خاص بالطلاق لاي شخص وبيحضروا المكتب عندنا وبيتم الطلاق وبيتم توصيكه في مصر وبيتم تسجيله في مصر اما اذا لاجوا للمحكمة برا ودي حالات كتيرها بتحصل بخصوصة للي في الخليج بيلجأوا الزوجين في حالة الاتفاق على الطلاق بيلجأوا للمحكمة الشرعية هناك وبيتم اصدار وصيكة الطلاق فييجي يتعاملوا هنا بيها في مصر بيفوجه ان هي لازمن يتم عليها بعض الاجراءات هي معترب بيها لكن لازمن تعمل عليها بعض الاجراءات منها وده بننصح بيها دايما انت لو خلاص وصلت المرحلة انت هتطلقوا في المحكمة الشرعية سواء في السعودية او في الامارات او في كطر او في اي دولة بعد ما تخصل على وصيكة شهادة الطلاق بتعمل عليها بعض الاجراءات منها التوصيق في السفارة المصرية هناك والتصديق في الخارجية وبعد كده بتيجي هنا بتعمل بعض الاجراءات منها التصديق برضو في السفارة اللي هي تابعة لها الدولة والخارجية المصرية وبعد كده بتعمل التصديق في وزارة العدل فبيبقى مشوار طويل شوية فالأفضل دايما بنقول يا جماعة اللي عايز يتطلق او رسيلته على الطلاق او حتى زواج وهتعملوه برا الأفضل ارسال توكيلات معدلات الطلاق بقت رهيبة جدا الفترة هنبحثها في السؤال اللي بعد كده بس ده يخلينا اسألك حتى كده لطيفة بتفرح لما يجي لك تليفون عايز جوازه ولا بتفرح اكتر لما يجي لك تليفون احنا عايزين نتطلق لا اللي هفضل طبعا الزواج هي مناسبة سعيدة حتى انت الناس بيبقى فرحانة حواليك انت بتبقى بينعكس عليك الفرحة وبتبقى مبسوط حتى لو رسوم الطلاق بالنسبة لك احسن؟ حتى لو رسوم الطلاق احسن وعلى فكرة في حالات كتيرة رسوم الطلاق تبقى أعلى من الزواج في حالات كتيرة ومع ذلك لأ طبعا الزواج كيفية السعادة والباجة اللي انت بتبقى فيها والجو الجميل اللي فيه اما الطلاق بيعمل حالة سيئة نفسية للواحد اصلا يعني حالة نفسية سيئة للواحد بسبب المشاكل وكتر الخناء والزيء والمشاكل الأسرية وكفي هكفي بس ان في حالة الطلاق ما بتشوفي أطفال بهم اللي بيشيلوا تابعيات الطلاق أكتر من الطرفين يعني المجنى عليهم فعلا في الطلاق هم الأولاد فالواحد بيفرح بالزواج أكتر طبعا الزواج الناجح بيبدأ بالسن زواج الكسرات بالنسبة لحضرتك والله الزواج الكسرات بالنسبة كبيرة خالص زواج فاشل ودائما حتى في الصعيد أو في بحري بنتكلم دائما يا جماعة لازم نتده الفرصة لنسج البنت هم وضع زمان غير وضع دلوقتي يعني ما تيجي تتكلم مع حد في السن ولا حاجة يقولك ده البنت كبيرة كبيرة قد إيه بتلاقي 15 سنة 16 سنة هم بالصين إيه البنية الجسدية للبنت لكن الزواج ما بهمش على البنية الجسدية وتيجي تكلمه ويقولك إيه بخصوصا في الصعيد يقولك أنا أم بتجوزته عندها 12 سنة أنا أم بتجوزته عندها 13 سنة الوضع مختلف وعصر غير عصر طبعا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الزواج بيتم على 10 سنة و11 سنة ليه؟ لأنه البيئة كده والعرف كده حتى الإسلام مقيتشه ولا حد تسن على فكرة للزواج هو كل الفكرة الشراء اعتمد على البيئة والعرف اللي جرأ على سن الزواج كام ومدى إطاقة المرأة للزواج والإطاقة هنا شاملة كل حاجة إطاقة جسدية وإطاقة نفسية وتأهين نفسي وابتماعي فأمور كتير فحكيت زواج خاصرات ده بنسبة كبيرة جدا تكاد تكون 90% ودي حقيقة يعني إحنا فيه كتير شوفنا حالات تمت زواج خاصرات قدامنا وللأسف اطلقوا السن المناسب لكل من الزواجين والله السن المناسب اللي أنا شايفه 17 سنة والدولة كان السن ما كان بيتم على 18 سنة أولا كان سن مناسب والدولة ما حابت ترفع السن رفعته مرة واحدة بدون أي صابق انذار لـ 18 سنة وهو الوضع الأصلح كانت بداية التدريج فيه كانت بدأت بـ 17 سنة وبدأت تاخد خطوات تدريجية في الزواج الكسرات من نظر 16 ترفعه 17 وإذا الأمر استقر ممكن ترفعه 18 وأنا شايف ان 18 دي أقصى حاجة الأمر الثاني هما بتيجي بتكلم المجلس القوانين حالات كتيرة للأسف وبيقدموا شريحة قوانين كتيرة بدون ما يراعوا البعد الاجتماعي أو البعد البيئي أو الأعراف في مصر هو الفكرة يعني بيجربوا يعني يعادين يعملوا زي الغرب وخلاص الفكرة فكرة أن بيجربوا يتجاوزوا على 21 لا على فكرة في دول أوروبية كتير جدا سن الزواج فيها 16 و 17 سنة لكن هي الفكرة فكرة أن أنت لازم انطراع البيئة اللي إحنا فيها هما تيجي يكلموا لك عشان حماية الفتاة أو زواج الأطفال لا هذه الفكرة مش فكرة زواج أطفال ولا حماية المرأة طبعا أنت ما رفعت السن لـ 18 سنة أنت ما حاميتش البنت بالعكس أنت ضيعت حقها ليه؟ لأنها رفعته لسن 18 سنة ما منعتوهش بالعكس بيتم بس بيتم بطريقة عرفية نظام صيغة شرعية اسمه زواج يسمونه زواج السنة هنكتب لحد ما تكمل السن ونسجل ونوصق طب تيجي الدورة بيحصل مشاكل بينتج عن الزواج أطفال ما بيتمش تسجيلهم وعشان يسجلهم وزارة الصحة بترفض أو المكاتب الصحة مع أنه قانونا من حق يثبت الطفل وده قانونا لكن للأسف الموظفين مش فاهمين فبقولك لا أنا عايز وصيك الزواج وما فيش وصيك الزواج بقى أنت كده كمجلس قوم للمرأة ادخلت ورفعت السن ضيعت حقوق البنت ضيعت حقوق الأطفال المترطبة عليه فكان الأولى هو التدرج من سن 16 ل 17 طيب هو في سؤال دلوقتي موجود معينها في الكنترول واحدة سن القاصرات وتجوزت عرفي وبعد كده وصلت للسن القانوني عايزة تعمله رسمي أصار ده كبداية طبعا الرسمي معروف رسمي لكن هل فيه أصار سلبية بالنسبة أن هي بدأت تكتواز عرفي في الأول أه طبعا لما بتبدأ بتتجوز أصلا سن صغير بيبقى ليه تبعيات كتيرة أول حاجة التبعات النفسية والاجتماعية على البنت هل هي فعلا مقدرة مسئولية أن هي كازوجة يعني ما ينفعش يجيب طفلة عندها 12 سنة 13 سنة وشيئلها مسئولية بيت ده من الجانب الاجتماعي والنفسي بالنسبة للبنت الجانب الثاني الجانب القانوني هو عدم توصيق وصيقة الزواج ده بيضيع حقوقها كلها وده المشاكل دي احنا عاصرناها وشوفناها بالنفسين أن الساعة ما بيحصل خلاف الزوج بقول للبنت أنت ملكيش حاجة عندي وانت أطلاً وانا مش كاتب عليك رسمي اعمل اللي انت عايز أقول بنت تبدأ بقى مرحلة الجري في المحاكمية وأهلها طيب هغلس مع حضرتك شوية ما استحملني الجواز عرفي الأهل عارفين بس هم بيحاولوا أن هم يتحللوا من نقطة كونانية معينة حصل إنجاب للأطفال هل الجواز العرفي هنا متاح أن هي الأهل من ناحية الزوجة يكتبوا قيمة واضح أن القيمة ممكن حضرتك تقول موقفة إيه في الموضوع ده أصارها القانونية لو حبينا إن احنا نترقى للزواج رسمي أو ننفضل ماشيين على النظام ده على طول أول طالما الجواز شهور الزواج لي أركانه شروط الشرعية حددها الشرع لا طوافرت بيبقى العقدة صحية بننتقل بعدها للنحية الثانية اللي هي ضمان الحقوق اللي هو أن نفرغ العقد الشرع ده في وصيكة رسمية يتعامل بها الزوج أو الزوجة تضمن بها المرأة حقها طيب في حالة الزواج القصراتي ده ما فيش وصيكة رسمية بس هما بيحرروا قائمة منقلات قائمة المنقلات على فكرة ودي خطأ برضو أنا شايف أنه خطأ من المشرع أنه هو إدها جانب قانوني ودخلها في قانون لإجراءات الجنائية مع أن هي مترطبة على علاقة زوجية ما بيتمش تحرير قائمة المنقلات إلا بين الزوج والزوجة فالأولى بيه أنه كان دخلها في قانون لأحوال الشخصية ومنظمها ومنظمتها محكمة الأسرة وكان اللجوء فيها يتم لمحكمة الأسرة وليس لمحكمة الجنع وأن هي من جرائم التبديد وخيانة الأمان فبالتالي هو من ضمن الأخطاء والأثار المترطبة بالنسبة لزواج القصرات لو كتبوا عور فيه بيبقى محرر وصيك قائمة منقلات بتضمن حواء؟ بتضمن حواء بالنسبة لقائمة المنقلات لكن بالنسبة للمراس الشرعي أو الناسب أو المولود دي ما بتضمنش أي حقوق لها وتمشي في سكة المحاكم شوية وبيبقى الأمر طويل عليها سيدة لو دخلت المحكمة أنت كده بتتكلم في علاقة غير سوية ما بين الزوج والزوجة دي حقيقة مشاكل مستمرة واللي بيشيل تبعيات جارية في المحاكم هي البنت حضرة كمأزون الدولة هنا قدت سلطات وأتوقع أن فيه نقابة خاصة بمهنة المأزون الشرعي ومعترف بيها أو مقيدة تبع وزارة العادل شايف أن فيه مناجدة ممكن تنشدها أن الدولة تترقى بالمسمى الوظيفي ده أو فيه دولة عربية ليها مسمى ووظيفي المأزون فيه معايير أحسن من عندنا ممكن نأخذها كتجران من شعالية والله إحنا رغم أن احنا أول دولة وصاقت عقودة زواج وإحنا اللي بدأنا به والدولة العربية كلها بلا استثناء عن ليدة مصر في توصيق عقودة زواج في البداية إلا أن احنا تأخرنا عن الرجب وهم أصبحوا بيسبقونا بالنسبة أن هم يستخدموا التكنولوجيا الحديثة في التوصيق النقطة اللي هي المشاكل المأزون الشرعي كان أحد زماننا قال كلمة جميلة جدا قالك المأزون الشرعي هو الإبن غير الشرعي لوزارة العادل ليه؟ وزارة العادل أصلا مش ما يعني لأ لحظة تاني الكلمة دي عشان هنأكلها ليها الكلمة دي مهمة جدا أه يعني فهمنا بالرحة أيوة الإبن غير الشرعي لوزارة العادل معيني في نقابة يا فانت؟ النقابة أصلا معمولة مش محترب بها من وزارة العادل خلينا صرحة مع بعض أما أنا بكلمك آه تفضل النقابة مش محترب بها من وزارة العادل النقابة المعمولة نقابة معترب بها من قانون تبقى لقانون النقابات العمالية فهي نقابة لأن كل مجموعة يقدروا يعملوا نقابة مع بعض مدام بتجمعهم مهنة واحدة هو ده اللي تم نحن قدرنا عشان نقدر نواجه وزارة العادل وقدمنا مشاريع قوانين كتيرة أن هي تنظم عمل المأزون وتعمل لنا نقابة فالأسف فوجئنا بإهمال وتعنت من وزارة العادل أنا ما عرفش إيه سببه على الإطلاق يدوبك الفترة دي هم اللي بدأوا يتحركوا بدأوا يقبلوا بعض المشاريع تنظيم مهنة المأزون الشرعي بطريقة قانونية الأول كانت تنظم بلايحة بلايحة بتصدرها وزير العادل كقرار مش قانون فتقدم بها دلوقتي متقدم ومقترح مشروع قانون دلوقتي بتناقش في مجلس الشعب بعمل مهنة المأزون ووضع كواعده كقانون وليس كقرار بالنسبة لموضوع النقابة وزارة العادل المتعنتها ورفضة نتقدم مشروع قانون لمجلس الشعب ينظم نقابة مهنية خاصة بالمأزونين فإحنا تعبنا معهم فللأسف إحنا لجينا القانون للنقابات العملية ونظمنا نقابة مع بعض وأشهرناه وضعوا قانون دلوقتي ومعترف بيها في بعض الأعمال بالنسبة لوزارة العادل لكن هل اعتراف كامل؟ لا مش اعتراف كامل اللي هيفرق عليك لما تعترف وزارة العادل تفرق كتير جدا أول حاجة للمأزون الشرعي من ضمن المساوي اللي في معنة المأزون الشرعي إن أنا مليش تأمين شرعي مليش تأمين صحي مليش تأمين اجتماعي في حالة المرض في حالة الوفاة وأولادي لا يتقودون أي معاشة فبالتالي ساعة ما يتم تنظيم تنظيم نقابة مهنية ساعتها النقابة على الأقل هتوفر لي تنظيم معاشة اجتماعي معاشة صحي خدمات تقدمها لي وده اللي احنا بنحاول نعمله لكن بجهودنا احنا بجهودنا الفردية بدون تدخل من وزارة العادل فتفرق معنا كتير لو نظمت وزارة العادل وقدمت مشروع القانون لمجلس الشعب بالتنظيم نقابة مهنية للمأزونين بتفرق معنا كتير جدا طيب إيه اللي يخليني أصدق إن الشخص ده هو المأزون والله المأزون الشرعي أو فيه أوراق آه طبعا فيه أوراق المأزون الشرعي بيصدر به قرار من وزارة العادل بيصدر به أول حاجة حكم المحكمة الأسرة بتعيين فلاني فلاني مأزون شرعي بناء على الاختيار والتعيين والمنافسة اللي كانت بتحصل وتم اختيار فلاني فلاني بعد كده القرار حكم المحكمة بيروح وزارة العادل وزير العادل هو اللي بيصدق على قرار تعيين المأزون تصدير بيصدر قرار بتعيين فلاني فلاني مأزون شرعي فهو ده اللي بيفرق الفترة اللي فاتت انتشر كتير اوي ما يسمى بقى بصميصرة الكاتب الكتاب ايوه بزي مندوب يقول وكيل مأزون كل المساميات دي ملاش اي اساس قانونه من شروط الزواج الرسمي ان يكون في بطاقة صحية للزوجين انت شايف ان الموضوع ده مجدي الموضوع ده مهم جدا بس للأسف ما بيتمش بتطبيق بصورة صحية مع ان في دول عربية كتير جدا اتقدمت عنها في الموضوع ده وبقت بتشترك فحوصات طبية معينة للزواج احنا هنا في مصر اه الشيادة الصحية مطلوبة لكن بيتم بشكل روتيني والغرض منها تحصيل رسوم للدولة فقط لكن هل بيتم الفحص فعلا هل بيتم عمل تحاليل فعلا خاصة لا ما بيتمش للأسف الاطار اطار شكلي فقط اجرائي بحت سؤال بقى على السوشيال ميدي حب ان انت تجاوبنا على السؤال ده اللي ما حدش عارفي يجاوبه خلص وراء كل مطلقة ايه امرأة بجاب امرأة امرأة اخرى امرأة اللي هي نفسها امرأة اختها امرأة امها فبنسب الطلاقة كتير جدا 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 بتبقى سبب المرأة نفسها هي اللي بتبقى متعنيتة بسبب العند مثلا عنيدة بسبب انها مش متفاهمة زوجها مش مدركة لابعاد الحياة الزوجية مش ما بتقدرش تتحمل مسئولية تربيط اطفال بتتعب غيرا فانا شايف ان في نسبة 80% بسبب من اسباب الطلاق بترجع للمرأة نفسها ابحث وراء المرأة وراء كل مطلقة امرأة على الشيخ محمد الفئي وكان معانا النهاردة الشيخ محمد في المأزون الشرعي بنبحث فيه مشاكل الزواج والطلاق وان شاء الله يا رب تكون حلقة النهاردة قدر اتفادكم ولو بحاجة بسيطة ان شاء الله مستمرين ومتواصلين بإذن الله من الحلقات اللي جاية شكرا لكم كانت معاكم ريها من محل شكرا لكم شكرا لكم